بس حط دي على جنب اللي عمله الراجل فنيا فنيا مع الاهلي والله مفيد جدا للكرة المصرية برضو هتقول لي بتبالغ هرجعك بالماضي القريب من والجوزين مع النادي الاهلي لما بدأ يعمل اسلوب لعب معين بدأ يعمل لغط معين بدأ يلعب بطريق 3-5-2 ولا 3-4-3 باسلوب معين بدأ يخلي اللعيبة الجناحات واللعيبة البكات تشتغل بشكل معين المكلمة في حاجات لا علاقة بالأمور الفنية اللي بعد كده أثرت فنيا على منتخب مصر التاريخي في 2006 و2008 و2010 التأثير اللي بيعمله المدرب الأجنبي في النادي الكبير سواء أهلي أو زمالك طبيعي على طول يرفلكت بسرعة على المنتخب الواطن بسرعة فأنا شايف ان العامل ومارس الكرة مفيد للكرة المصرية وليس للنادي الأهلي فقط بمعنى دفاعيا الأهلي والزمالك والإسماعيل والمصر والبرامنز وكل الأندال اللي في مصر كان بتعاني دفاعيا جدا طوال المواسم الماضية السنة دي دفاع النادي الأهلي كوي جدا يكفي أن أقولك أنه في 29 مباراة الأهلي دخل فيه سبع أهداف بس بس رقم يعني ضئيل جد دفاعيا الأهلي تطور هجوميا هجوميا على مستوى المنظومة أنا اللي قلتهم بارح على مستوى المنظومة على مستوى الأفراد الأهلي ما عندوش هدفين والدليل إنه ما فيش في الثلاثة الأوائل هدفين من الأهلي الثلاثة الأوائل في قائمة هداف الدوري ما فيش بس الفرقة كلها بتعرف تسجل كل الفرقة بتعرف كمنظومة هجومية قوية جدا مش لازم بقى عندك هداف وإن كان ده مفيد يعني يعني الأهلي لما هيجيب هداف بعد كده هيبقى مفيد بس لو ما عندكش هداف تقدر تطور المنظومة طب مين اللي بيطور المنظومة المدرب ما عندكش مهارات فردية كمهاجم هداف تخلي المنظومة كلها قوية هجومية عملوا مرس الكولر شفنا لعيبة الوسط اللي هي لعيبة رقم 8 خلاص حراكم عارفين بقى الأرقام دي دلوقتي على طول الستة اللي هو بيبقى أقرب لخط الدفاع والتمانية اللي هو بيدافع وبيهاجم حراكم عارفتوا الأرقام دي تمانية اللي زي حمدي فتحي أو زي أليو ديانج أو زي عمر السلية أو زي أحمد الكندوسي بقى الناس لهم أدوار هجومية كبيرة جدا الأهلي بقى يهاجم من الجناح الجناح اللي بيخش في العمق والباك اللي بيطلع على الطرف شفنا حاجات ابتدت تلمسها